شارك وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي في أعمال الجلسة الافتتاحية لقمة المستقبل والمعنية ببحث تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف وفي قلبه الأمم المتحدة وإصلاح مؤسسات الحوكمة الدولية ما يسهم في تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة رحب وزير الخارجية باعتماد مخر قمة المستقبل متمثل في ميثاق المستقبل وملحقية أعلان الأجيال المقبلة والميثاق الرقمي العالمي والذي أجريت المفاوضات الحكومية عليهم لأكثر من تسعة أشهر وعبر عن تقديره العميق لجهود وريادة الأمم المتحدة في طرح مبادرة قمة المستقبل بغيات تطوير المنظومة الدولية متعددة الأطراف موسيقى